السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعين قناة الاستاذ مع سلسلة جمجومة بلس نريد ايجاد عدد حلول المعادلة سين اي اس اكس بتساوي خمسة اس اكس زائد خمسة اس سالب اكس حيث اي هو العدد اويلر سيبدأ عدد السوان الان فاذا كنت ترغب في حل هذه المسألة قم بيقاف الفيديو مؤقتا وعندما تنتهي قعد تشغيل الفيديو لمشاهدة الحل من المسائل الهمة التي يجب التفكير قليلا قبل البدء في الحل نحن نعلم ان الوسط الحسابي اكبر من او يساوي الوسط الهندسي لقد تكلمت عن هذه العلاقة في فيديو سابق وشرحت كيفية الاثبات لهذه العلاقة فيمكن الرجوع لمشاهدة هذا الفيديو عندما يظهر لك في علامة الاي في الاعلى الآن الطرف الايمن هما عددان الوسط الحسابي لهذهان العددان هما 5 أس اكس زاية 5 أس سالب اكس على 2 اكبر من او يساوي الجزر التربيعي ل5 أس اكس في 5 أس سالب اكس وهذا يعني ان 5 أس اكس زاية 5 أس سالب اكس اكبر من او تساوي 2 في الجزر التربيعي لخمسة أس إكس في خمسة أس سالب إكس أي أن خمسة أس إكس زائد خمسة أس سالب إكس أكبر من أو تساوي اتنين أي أن الطرف الأيمن للمعادلة أكبر من أو يساوي اتنين ننظر الآن إلى الطرف الأيصر صين إي أس إكس نعلم أن الصين دلة موجية ومدى دلة الصين هو الفترة المغلقة سالب واحد وواحد وهذا يعني أن الناتج للدلة صين إي أس إكس ينتمي للفترة المغلقة سالب واحد وواحد وبالتالي هذه المعادلة ليس لها حلول في مجموعة الأعداد الحقيقية وبين الجدير بالذكر أن نعلم أن هذه المعادلة لها حلول في مجموعة الأعداد المركبة حاولوا إيجاد هذه الحلول وإذا كنتم تريدوا إيجاد هذه الحلول في مجموعة الأعداد المركبة اطرخوا لي تعليقاتكم تحت الفيديو وسنقوم محل هذه المسألة في مجموعة الاعداد المركبة اتمنى انتم تكونوا استفدتم من المسألة واستمتعتم بالشرح ما تنسوش ادعمونا ان تدعموا القناة وتعملوا لايك للفيديوهات اللي بتنزل وتشتركوا في القناة علشان يوصلكم كل جديد وانتظرونا في حلقات جديدة من جنجمة بلس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته